يعقد مجلس الأمن الدولي غدا اجتماعه الشهري لبحث مزجدات الأوضاع العسكرية والإنسانية في اليمن بما فيها استمرار تعثر العملية السياسية وتدهور الوضع الاقتصادي وأثار التصعيد الإقليمي على البلاد ووفق مصادر أمامية فإن المجلس سيعقد الأربعاء اجتماعه الدوري بشأن اليمن وسيبدأ به جلسة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة ستركز على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد ومحدثات خارطة الطريق المتوقفة منذ نحو عام وغيرها من القضايا الحساسة